وسط عصفة اقتصادية سياسية شلت لبنان لأكثر من عامين يعود المشهد الثقافي رويداً رويداً إلى قلب العاصمة اللبنانية وإن كان بفعاليات تبدو خجولة مقارنة بما كانت عليه من قبل يوم لبلدان 13 أرادت أن تكون شريكة في عودة الحياة إلى بيروت هدف أحياء وسط بيروت بدعم من المحافظ لأنه نحن كل سنة كنا نعمل بزيتونة بي ولكن لما كنا نأخذ الأزونات والواحة طلب مننا أنه يدعم واللي بدكوية أنه خلينا نحيي هالمنطقة اللبناني صحيح تعمل بس بدل في عنده الأمل لو أن الأمل ما فيك تكمل تستمرلي بالحياة الهند، أندونيسيا، أوكرانيا، تركيا، الجزائر، تونس، تشيلي، المكسيك وغيرها من ممثليات للسفارات في لبنان قدموا الأطعمة والأشغال اليدوية وعرفوا المشاركين على أبرز الأماكن السياحية في بلدانهم واستمتع معهم الحضور بالفنون الحية والرقصات الشعبية بيروت كانت وبعدها وبتبقى ملتقى الحضارات وحوار الأديان وهذا اللبنان اللي بيشبهنا نحن كلبنانيين وكجيل جديد ملقين بالأحلام والطموحات عاملين هذا المعرض تمثل الجيلة الأوكرانية وكل حد مننا عامل بمثل أوكرانيا بطريقته عن طريقة معينة الفعاليات التي نظمتها إحدى الجمعيات اللبنانية تحت عنوان يوم الأمم حظيت باهتمام لافت من رعاية الدول الأجنبية وكذلك اللبنانيين التواقين للخروج من أزمة أثقلت كاهلهم يسجل المبادرون إلى هذه الفعالية جهدا استثنائيا في محاولة إعادة إحياء هذا الوسط لكن في زمن الانهيارات والأزمات يحتاج وسط العاصمة والبلد عموما استقرارا سياسيا يعيد الحياة إلى البلد للوقوف على قدميه ليلة خليل الغد بيروت